لما نشوف أبو الحسن الشاذلي كيف تعامل معه علماء الشريعة في زمنه المعاصر له مين أقرب علماء الشريعة احتكاك بأبو الحسن الشاذلي مثلا وإزاي نظر إلى أطروحته الروحانية فنجد الإمام العظيم القدر سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الذي هو إمام المجتهدين بإطباق المسلمين العز بن عبد السلام جاء إلى مصر فعاش في زمن واحد مع أبو الحسن الشاذلي بلغ من تعظيم أحدهما للآخر مبلغ مذهل فوق الوصف قرأوا مرة فصلا من هذا الكتاب من الرسالة القشيرية وفي المجلس أبو الحسن الشاذلي والعز بن عبد السلام والإمام المحدثين زكيد دين المنذري ومحيد دين بن سراقة وتقييد دين بن دقيق العيد وأساطين العلماء قالوا تعالوا نتدارس باب من أبواب الرسالة القشيرية فقرأوا فصلا فتكلم على شرحه إمام المنذري بما فتح الله عليه ثم تكلم عنه الإمام العز بن عبد السلام بما فتح الله عليه ثم قام الإمام أبو الحسن الشاذلي فما زال يأتي بعجائب من معاني الرقائق والمواجيد المحركة للقلوب في شرح كلام القشيري حتى صار العز بن عبد السلام سيد الفقهاء يزحف على ركبتيه بين الطلاب ويقول أكتبوا هذا الكلام فإنه حديث عهد بربه ده إلهام ده فتح العز بن عبد السلام فتش في كل مناهج العلم الرصينة فوجد أن هذا النمط الذي يسمعه لا يمكن أن يأتي باستنبار هذا فيه ذوق سماوي فيه مواجيد إلهية كأنها منزلة الآن من حضرة الحق هكذا كان ينظر علماء الفقه وعلماء الشريعة إلى من عايشوه وخالطوه من أهل العرفان وأهل الحقيقة وأهل الذوق ثم تأتي بعد ذلك المدارس التي قد تنكر التصوف بالكلية وقد تصف كل شيء بالبدعة أو إنسان صاحب مشرب صوفي يعتز به فيريد من الناس أن تميل إليه وحده يقول له لا المشرب الشاذلي هو الأكمل ودع عنك المشرب النقشباندي فتنشأ أحوال وتنشأ اختلافات بين الناس لكن الله مقصود الكل كما يقول أهل الله ونعم بالله